اهلا بحضراتكم من جديد والترند المحلي والنهاردة عندنا برضو كلام مهم جدا ممكن الاحداث ساخنة سواء في ترند الاهلي او الترند المحلي صفحة ايجيبت سبورت نتورك بتكلم على مباراة مصر والدنمارك نهاردة مباراة الساعة تسعة ونص مساء اليوم الفوز او التعادل بيساوي مواجهة المجر في الدور ربع النهائي طبعا مواجهة قوية جدا لمنتخبنا الوطني الحمد لله يمكن مصر متقدمة على الدنمارك بفارق نقطة لان الحمد لله فوزنا في كل مباراة المجموعة في الدور التالي زي الدور الاول والمواجهة الاخيرة مع الدنمارك الدنمارك اتعادلت مع الكرواتيا فبالتالي لا بديل لها الا الفوز على مصر عشان تتصدر المجموعة لكن الصدارة بالنسبة لنا مهمة عشان الفوز او التعادل هيواجه منتخب مصر المجر في الربع النهائي الخسارة لقدر الله هتبقى مواجهة قوية جدا مع السويد صاحب الارض والجمهور في الدور ربع النهائي ومهم جدا نبتعد عن مواجهة صاحب الارض والجمهور على الاقل في الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي وان شاء الله بإذن الله يحققوا انجاز طيب عشان يحققوا نفس الانجاز اللي حصل في عام 2001 لما وصلوا للسيمي فاينال طيب نروح لحساب الوطن الرياضي وهيبدأ الكلام بقى على المنتخب الاول والاولمبي لان في استحقاقات قادمة بالنسبة لي المنتخب الاول والاولمبي ومنتخب الشباب الوطن الرياضي بيقوله اربع وجوه جديدة على رادار فيتوريا استعدادا لمعسكر منتخب مصر في مارس المقبل يمكن حساب الوطن الاسبورت كشف من خلال مصدر في المنتخب ان الظاهير الايمن تحت انظار البرتغاري روي فيتوريا بعد اصابة اقرم طوفيق المركز اكيد ان يكون في حسابات بعد اصابة اقرم فممكن يكون في انضمام لمحمد هاني في معسكر مارس كمان من ضمن الوجوه الجديدة ممكن يكون سامير فكري لاعب الدخلية عبد الرحمن جبنة لاعب المولين كريم طاري لاعب طلاع الجيش ولكن بشرط ان يكون فيه ثبات في المستوى والحفاظ على الاداء خلال الفترة اللي جاي كلمة اخيرة بخصوص اجندة مارس منتخب زامبيا الولمبي كان طلب تعديل في هذه الاجندة لان في نفس التوقيت منتخب زامبيا هيلعب مع مصر في تصفيات تحت 23 سنة وعنده للفريل اول تصفيات المنتخب الاول المؤهلة الى كاس الامم في القد فور هل ممكن يحصل تعديل في اجندة المنتخب الاول او الولمبي ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية وارد جدا ان اجندة مارس تظل كما هي والمنتخب الاول والولمبي يلعبوا في نفس التوقيت ده انا اتعرف عليه خلال الفترة جالك اللي لغاية دلوقتي فيتوريا وميكالي بيحضروا لاجندة مارس زي منتو شايفين الخبر اللي هو عادي مهم جدا حساب في الجول خبر في الجول عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور بسبب التجاوز ضده في تصريحات تلفزيونية واحالة الشكوى الى لجنة الانضباط عماد متعب هو عضو في ربطة الاندية وبالتالي الشكوى هنا هتكون من ربطة الاندية ضد رئيس الزمالك على التصريحات التي قالها بالامس وبالتأكيد لجنة الانضباط هتنظر فيها خلال الساعات اللي جاية حساب الاتحاد المصري بيلقي الضوء على منتخب الشباب تحت عشرين سنة اللي بيستعد فيه معسكر مغلق بالاسماعيلية في بداية الاعداد لامم افريقيا امم افريقيا هتنظمها منصر في الفترة من تسعتاشر فبراير لاثناشر مارس وده المعسكر لمنتخبنا الوطني على امل اقامة مباراودية استعدادا ان شاء الله للمراحل النهائية